زمان كنت بتحتاج أدوات كتير جداً عشان تحليلك البيانات وتطلع منها عرض مفهوم جداول إكسل باوربوينت، لوحات تحكم معقدة، الموضوع كان مرهق ويضيع وقت لكن دلوقتي مع الميذة الجديدة من مانوس كل اللي عليك أن انت حترفع البيانات وتبتدي تكتب أمر بسيط جداً وتبتدي تختار العرض اللي انت عايزه سواء كان شرائح عرض يعني عرض باوربوينت أو صفحة ويب أو ريبورتس أو حتى لوحات تحكم ديناميكية وتختار لحد خمس أنواع مختلفة من الرسوم البيانية عشان تحصل على تحليل شامل لبياناتك كل ده انت بتشوفه قدام عينيك وبتشوف مانوس وهو بيحلل البيانات وبيصمم لك عرض تقديمي جاهز أو ريبورت جاهز أي إن كان الفورمات اللي انت حتختاره والموضوع بياخد وقت بسيط جداً تعتبر دقيقة معدودة زمان كان الموضوع بياخد ساعاتك يلا بينا نشط الموضوع ده بشكل عملي داخل مانوس متابعي قناة InfoTech for You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن Data Visualization أول ما هتقش على حسابك على مانوس هتلاقيه بيديك آخر Update موجود حالياً وهو Data Visualization اللي احنا اتكلمنا عنه في بداية الفيديو هنشوفه دلوقتي بشكل عملي هقول له Got It هنبتدي ان احنا نختار New Task وندوس على Visualization ده التحديث الجديد وهنا هبتدي احط الامر وليكن انشئ لوح التحكم تقارن بين السعر الفعلي وسعر الخصم لكل منتج وبين نسبة الخصم برسوم توضيحية وحبتدي ان انا ارفع الملف بتاعنا انا رحت كده جبت Data Set كده من على الانترنت من موقع بيقدم Data Set التدريب النماذج الخاصة بالذكاء الاصطناعي وهبتدي ان انا اقول له Open وهنا ممكن انك انت تختار Output Format يكون شكله عامل ازاي مثلا انا هختار Output Format يكون بالشكل ده وممكن كمان اختار الشارت فممكن اختار الشارت بتاعي يكون ده انا ليا لحد خمس اختيارات بالنسبة لي الشارت وده برضو حلو جدا حاجة زي كده كفاية وبعد كده هبتدي ان انا ادوس Enter ما ينسبة ده ان هو يشتغل بيقول لي ان هو حيبتدي Extract وياناليز ال Sales Data حيبتدي ان هو يحط ال Presentation Structure وال Visualization Create Data Visualization Slides تم الانتهاء من السلايتس انا طلبة منه ان الفورمات يكون سلايتس وحتلاقي كل الشارتس الموجودة بناء على الشارتس اللي انا اخترته زي ما قلتلك انت ليك لحد 5 شارتس تقدر انت تختار يكونوا موجودين عندك داخل التقرير او السلايتس على حسب الفورمات اللي انت بتختار تم الانتهاء من العرض التقديمي وبتبتدي كمان ممكن كمان تروح تعمل عليه Edit من هنا وكنا تكلمنا اعتقد عن الموضوع ده من قبل وهنا Exit Edit وحتبتدي ان انت تعمله Download كPBTX او PDF او تحوله لجوجل سلايتس او تعمله Save على جوجل درايف او على OneDrive سواء كان Personal سواء كان Workout School Account تعالوا بقى نشوف مع بعض امر تاني وفورمات تاني هنا هروح اختار Visualization هنا هقول له اعرض توزيع المنتجات حسب الفئة والمرة دي هختار يكون Webpage وبالنسبة لي Preferred Shorts هنا اختار Stacked Bar وبعد كده هبتدي ادوس Enter هنا بيقولي I have received your request هبتدي ان هو يشتغل على الفورمات الجديد سرعته جيدة جدا على فكرة Manus طبعا انت ليك 300 نقطة بشكل يومي لو انت عندك نقطة زيادة هتقدر تعمل كذا Task كده زي ما انا بشتغل عليه ولكن في الغالب 300 نقطة ممكن يكفوك Task 1 هو حاليا شغال على بناء Responsive HTML Structure مازال شغال هنا Viewing the page شوفوا هو شغال Live لوحة تحليلات المنتجات توزيع المنتجات حسب الفئة هنا بيقولي Manus عايز يعمل deploy او نشر خد بالك بقى من الرزق ده لو انت المعلومات او البيانات دي مهمة هنا بيقولك Manus حينشر هذه البيانات توزى public فاخد بالك يعني انا طبعا ال data دي اصلا موجودة على الويب فقال له For this risk ما فيش مشكلة لان انا اصلا ده data set موجودة اي حد بيحملها وبستخدمها ولكن لو البيانات بتاعتك مهمة حساسة ما تاخدش هذه الخطوة او تاخد هذا الريسك انتهى من لوحة تحليل البيانات طبعا احنا عشان يمكن على الخطة المجانية ممكن في الخطة المدفوعة الكلام ده مش بيكون public هنا حبتدي ان انا اقول له visit ودي لوحة تحليل المنتجات زي ما احنا شايفين فيها الفئات وخيارات التحكم فيه هنا تحديث البيانات تصدير البيانات طبعا انا دلوقتي بقى عايز اشوف هي هتشتغل معايا ازاي يعني المفروض هنا يكون فيه هنا رسم بياني ولما اجي ادوس مثلا نوع الرسم البياني عمدة مكدسة خط بياني دائري على حسب اللي انت اختارته من قبل انا اخليه عمدة مكدسة زي ما هو واجي لجميع الفئات اختار الملابس مثلا اما اجي اعمل تحديث بيانات المفروض يظهر عندي هنا هنا مفيش حاجة ظهرة ففيه مشكلة فيه تخصيص عرض البيانات لازم يحللي هذه الجزئية فهعمل ايه بقى في الحالة دي احتاج ان انا ارجع مرة تانية هنا هقول له تخصيص عرض البيانات لا يعمل كما انه لا توجد برضو رسوم بيانية انا مش شايفة فين رسوم البيانية هنا بيقول لي فيه اشو طبعا الكلام ده في الخطة المجانية كده ممكن هو يضايع علي النقط فالحتة دي برضو لازم يكون واخدين بنا منها حتى في المدفوع برضو النقط مهمة يعني فعني لو حصل اي اشو في النص فانت في الاخر خالص بتخسر نقط كتيرة وناس كتير جدا بتشتكي ان النقط بتاعت مانوس بتروح كتير جدا ولو اي تعديل عمل وبيروح منه برضو نقط فمن المهم جدا ان انت برضو الافضل انك دايما تبتدي ان انت تكتب اللي انت عايزه بالضبط ايه التفصيل علشان توضح له الموضوع يكون ماشي ازاي لازم يكون الامر مفصل زي ما انت شايف كده في حاجات فلد مش شغالة في اشو معين فهنا هيبتدي يكتب لي زي ما انتوا شايفين كده بيبتدي ان هو يروح للأدتر بيستخدم الأدتر اللي هو VS يعني او Visual Studio Code ويبتدي ان هو يكتب الكود مرة تانية لانه لقى فيه اشو فيه مشكلة في الجزء المتعلق بلوحة التحكم حنشوف مع بعض دلوقتي النتيجة بعد بقى عملية التصحيح اللي هو عملها فحنروح نشوف تاني لوحة تحليل البيانات الجديدة وطبعا زي ما انت شايف الفرق واضح جدا حنلاقي هنا مثلا المنتجات المتوفرة الأزرق الأغضر منتجات مباعة المعادة اللون أصفر عطاني هنا الرسم البياني هنا بالنسبة لي تخصيص عرض البيانات اخترت الالكترونيات حيديني الالكترونيات لو جيت اخترت الملابس مثلا حيديني هنا الدشبورد المتعلق بالملابس يعني عمل عملية التصحيح للي كان عمله قبل كده وزي ما قلت لك كل ده بياخد من النقط هنا بيقول لي رابط المحدث رابط اللي انت بقى ممكن تشاركه مع أي حد ده بالنسبة لي التحديث الجديد المتعلق بالفيجولايزيشن الموجود داخل منوس.im اتمنى تكونوا استفدتوا من معلومة النهاردة اشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة InfoTech4U وزي ما بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو كنتوا بتشوفنا الأول مرة ولو كنتوا متابعين الأعزاء متنساش لايك وشير وكومنت دوم توم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر